144 مركز لمحول أمية وتعليم الكبار موزعين على كامل أنحاء الجمهورية وعنها أيضا قرابة إن شاء الله تكون الوضعية متاحة باهية يعني مريحة إلى حد ما نحن في وضعية المراكز هناك وضعية مريحة في الأغلبية لكن ثم وضعية نحن نسعى قدر الإمكان لأن تكون مريحة وذلك بكل صراحة مجهود الوزارة ومجهود الدولة يحتاج إلى معاذة مجهود أطراف الشراكة ومجهود البلديات المؤسسات الصناعية القطاع الخاص القطاع الخاص دورهم كبير يسر في أول حاجة في التحسيس والتوايا ثم دورهم كبير يسر في المشاركة ومجهود الدولة في تحسين المراكز وفي توفير الحوافز المالية والمعنوية لمرافقة المجهود الدولة في القطاع سيشان بن عبداء قداش توا في الوقت الحاضر في تونس من أمي بأتم معنى الكلمة يعني قداش من مواطن لا يقرأ ولا يكتب به أحنا في الحقيقة ابتهجنا كثيرا كما صرح سيد الوزير في كلمته عند إشرافه على الاحتفال بيوم العلم يوم الأثنين الفارض معناها حسب آخر تحيين من السادر عن مؤسسة محكمة هي المعهد الوطن الإحساء وحسب آخر مسحة متاع 2023 نسبة الأمية الأبجدية في تونس هي 12.7% بعد ما كانت 17.7% سنة 2019 توا في تقديرك وقعد يخدم توا المعهد الوطن الإحساء في الفترة الحالية في تقديرك قداش مش يسجل النسبة والله يحنا ننتظر في النسبة لمحو الأمية الأبجدية عشان الرأي العام يكون على علم احنا نحكيه لأن المفهوم محو الأمية تطور ما نحكيه شعلا مفهوم الأمية الأبجدية خلينا في المفهوم البسيط البسيط البدائي الأبجدية الأبجدية نتصور باش زيد تهبت الأمية هي طوى كما قلت 12.7% وذي نتيجة عدة معطيات ترا ما ننسيوش منذ الاستقلال وبعد الاستقلال والعشريات المتتالية حتيش إلى اليوم المدارس انتشرت في كل مكان وأصبح التونسي حتى يعيش شوية ظروف سعيبة وكذا يعطي أولوية كبيرة باش يقري ولده نعم هذه حاجة تحسب لتوين سارة يعني هذا مبدأ أساسي هذا شيء هام ويخلي نسبة التمدرس في ست سنوات ولو تراجعت قليلا في السنوات الأخيرة لكن النسبة العامة منذ عشرات السنين كانت فوق 90% وذي معنى مؤشر ساهم في تخفيض الأمية على مستوى وطني الشيء الثاني اللي يجبنا نقرر به اللي الأمية محسورة في الفئات الأمية الأبجدية تتحسر بكثافة بقر متاحها موجودة في الفئة العمرية لفوق 60 سنة نعم في الكبار في الكبار وذيك عليش معنى العدد للمجتمع التونسي ولا مجتمع الشيء وفنى جهات أكثر الجهات حسب تكشفها في المناطق البعيدة في الأرياف في الشمال الغربي في تقريبا الشمال الغربي حسب الأحصائيات ما بين 29-30% وأيضا في الوسط الغربي في الوسط الغربي في نسبة كبيرة أيضا وأيضا موجودة في صفوف النساء في الريف نعم هو حتى في المدن موجود موجود هو بش نحكيه وليسي الحبيب لو تسمح لأنه لاحظنا أحنا حسب عملنا قراءة تحليلية لهذا الرقم المؤشر متاع 12.7 رينا اللي بعد 2011 حصل حراك سكاني كبير وتكونت في المدر الكبرى أحياة سكنية جديدة نعم ومعني لاحظنا تتم جيوب تتم بؤر أو جيوب ولكن نحن عملنا مفهوم خاص هي ما يسمى بالأمية الوافدة الأمية الوافدة يعني القادمة القادمة والأمية الوافدة مش نعطيك مثال سلاحبيب لو تسمع مثال الكيف ولية كيف ولية كيف اللي تنتمي إلى ولية الشمال الغربي ولكن نخفضت فيها نسبة الأمية نخفضت فيها علاش لأنه عملية الحراك السكاني شهدت كثافة كبيرة في المدة بعد 2011 حول المدن الكبرى خاصة تونس العاصمة سوسة سفيقس نابل بن زرد هذه خليت معناها يزمنا يكون عندنا مجهود كبير ياسر وإن خلقت مشاكل أخرى خلقت مشاكل أخرى ولكن ذي احنا بالنسبة اللي نحن في مستوى نحن فكرنا في برامج جديدة يزمنا نواكبه لأنه الأمي الوافد إلى العاصمة حاجاته تختلف على الأمي الموجود في الريف ثاني حاجة احنا وكبنا من حيث المفهوم أن نسق كما قال سيد الوزير في مدخلته نواكبه التطور المفهوم عالميا المفهوم اليوم نتحدثه على تعليم الكبار بمفهومه العام مفهومه المجتمعي يعني هو تعزيز وبناء القدرات للجميع للأميين المتحررين من الأمية المتعلمين وكل المجتمع وفي هذا الإتار سيلاحبي لو تسمع باختصار احنا عمليا قررنا معناها وضعنا تصور قلنا نقسه ما يسمى بالمدرسة الشعبية المدرسة الشعبية هي مدرسة تقوم على مبدأين هي التعلم للجميع والتعلم مدى الحياة يعني شو الفرق شو التعلم للجميع التعلم يعني للفقير والغني للمرأة والرجل لأصحاب الهمم وأيضا معناه اللباس اللي في الريف في المدينة هذه للجميع ومجانا ثم ثانيا هو أن يكون تعليم أيضا مدى الحياة يعني أن يكون مش مرتبط بشرط العمر يعني وذي تماشيا مع التجارب الناجحة في المجال الأقليمي متعنا وفي المجال العالمي ونعرفه الهناه يتحول تعليم الكبار كمركز بش نخدمه بسرعتين السرعة الأولى هي محول أمية استهداف البؤر في المناطق الريفية وفي الشمال الغربي وسط الغربي والحياة الشعبية ذات الكثافة السكانية والسرعة الثانية هي مواكبة نسق التطور التطور العالمي في المجال خاصة في المجال التكنولوجي والرقمي ثم مؤشر أخصي الحبيب دينا نخدم وليه هو تطور وتنامي عدد المحالين على شرف المهنة ولحظتنا شخصيا ما يعني هو لحظ ومجموع اللي يخرجوا في التقاعد في التقاعد يعني هي الكلمة ملطفة هي كلمة التقاعد سلح فيه برأي فبساعد واحد بيقبلهاش يقول لك على شرف المهنة وهو تقول له تبعنا خير برك الله وفيك هو تقاعد وظيفة لكن في الحياة ربما يكون هو ثم الناس يسميه تقاعد النشيط ولكن هو مش تقاعد ولكن فم تقاعد خامل نقولوها بكل صراحة يعني سيح سيح أحنا قلنا معناه نستميل والجمهور الذي نستعد فيه خاصة وأنه فيه حسب القراءات فم 30 ما بين 30 و40 منهم من أصحاب الشهيد العليا اللي خرجين تقاعد نعم وفي كثير من الأحيان قديش واحد مننا وقت كان يقرأ كان في مخو يحب يعمل مهارة يحب يعمل مسرح موسيقى يحب يعمل حتى بريكولاج يحب يتعلم مهارة معينة فتكون فرصة للتوجه استغلال تلك المهارات بش يعمل حاجة بش يعمل حاجة وضيف بش يصر لحاجة حتى في داره صحيح صحيح هذا هو الهدف يعني أنا نعرف برشة ناس اللي يبني هو يبني هو يدهن صحيح هو يصلح صحيح 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 الحبيب وذي هو اللي حاشتنا به هو ما يسمى معناه بناء القدرات وتعزيزها إذن سيشان بن عبدال مدير العام مركز الوطني تعليم الكبار نسبة قاعدة تتقلص وقاعدين تبذلوا في مجهود باش تمسحوا برشة جهات من الجمهورية كما أشرت سياتك في جهة شمال الغربي وأيضا في جهات الكاف وفي الجنوب كذلك في الجنوب نسبة الأمية أقل أقل نعم معناها أقل ولكن هناك بعض البؤر خاصة في صفوف النساء وفي الإطارة ذاية أحنا يزمنا نفكره في برامج جديدة تستجيب الحاجات الحقيقية للتعلم نعم لأن الجمهور المستهدف يختلف على التعليم النظامي التعليم النظامي معناها التلميذ يوصل لعمر ستة سنوات المجتمع والعائلة وكل تهيئوا بش يمشي يقرأ بينما في تعليم الكبار يزمنا مجهود كبير لأن الكبير سوى مرأة أو رجل هو منغمس في الحياة اليومية وعنده مشاغل وعنده اهتماماته فإنك بش تخلق له حاجة التعلم يزمك تستجيبه لحاجته إذن ممكن من فاته القطار يلتحق بالعرب الأخيرة والله نحن نقول العرب الأخيرة ونجم يكون حتى العرب الأمامي لأنه نجم ينتقل من عرب إلى أخرى بتطور درجات التعلم فتح المعابر للتعلم والتكوين المدرسين المربين متوفرين المعلمين متوفرين وبالمناسبة نحب يعني كذاش تتعقدوا معهم يخدموا في مؤسسات أخرى وإلا فما إطارات خاصة بكم يديس الحبيب فرصة وعنده من خلال هذا المنبر حبيت نشكرهم ساعة لأنهم هما جنود الخفاه راهوا وسعيب معلمين سوى المترسمين أو المتعاقدين قاعد يخدموا في خدمة كبيرة في الاستقطاب وفي التوعية وفي كذين نواجه لهم تحية كبيرة وبالمناسبة الوزارة معناها منذ تقريب مدة قليلة جدا اللي هي وزارة وزارة الشؤون الشمعية هذا هو وزارة الشؤون الشمعية معناها فكرت في إيجاد حل ظرفي وحل نيائي تماشيا مع قرار سيدة الرئيس القطع مع كل أشكال تشغيل الأش أولا في مستوى الانتقال معناها التمشي الانتقالي قلنا الخلاص امتاحهم في مستوى سميق معناها يجب يتغير وفي الإتارة هذا إن شاء الله عن قريب بيش يزدر في الريد الرسمي إن شاء الله قريبا قريبا يعني قريبا قريبا إن شاء الله لأن كل الإجراءات تتعملت في مستوى الوزارة في مستوى المركز في مستوى رياسة الحكومة أيضا مشكورين معناها قاموا بدور كبير رياسر في رقم قياسي للوصول إلى هذه المرحلة أيضا زادة عملنا مشروع في مستوى الوزارة بادرت بإعداد مشروع أمر زادة في رقم قياسي ومتابعة من الوزارة يوميا تقريبا وصلنا تول لمرحلة الوصول للرئيسة الحكومة وفي مرحلة الاستشارة نحب نهني نحب نتمن المدارسين ولو إنها ثالث نسبية نتيجة الظروف إن شاء الله ما تزيدش طول سيهيشام لا لا إن شاء الله ما تتولش وأنا نتصور هذا الصبر وراءه وفرح كثير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خلينا استفرح سيهيشام بن عبده فهم منصة رقمية عندكم صحيح أطلقتوها وقت يش بيه بناسبة الاحتفال بيوم العالم لمحو الأمية وقع أعلن سيد الوزير في كلمته عن انتلاق العمل وتفعيل المنظومة الإعلامية الخاصة بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج نعطي فكرة موجزة موجز من دخلش في التفاصيل المنصة هذه هي منصة هدفها متبعة نشاط منظومة محو الأمية وتعليم الكبار محليا جهويا ومركزيا ومركزيا يعني في نشاط المراكز نشاط التنسيقيات ونشاط المركز في كل مجالتها مش معناها الهدف ونحن نحب نبين بالله نرفع اللبس هو الهدف من هذه المنظومة ليس مراقبة المدرسين بنما الانخراط في مجهود الدولة في إتار رقمانة الإدارة وأيضا أحنا كتعليم كبار ومعناها مسلك مسلك التعليم عموماً أحنا فكرنا بش نستثمر هذه المنصة المنصة لتفكير في إعداد نافذة للتعليم التفاعلي والتعليم عن بعض يعني ما تقولش هي معناها كيتبدا سيدتك ولا أي مواطن يحب يدخل يتحصل على المعلومة ينجم يدخل ويتحصل عليها معلومة على نسبة الأمية على يعني كل المعلومة عدد الأفواج كده وعنا باجواب أسسناها زادة بش تنطلق في العمل إضافة إلى ذلك احنا من خلال بش نعمو برنامج متع تكوين والهدف من وراء ذلك كما قلنا هو أن تكون التجربة التونسية في المجال تجربة كانت رائدة ونريدها أن تكون دائما رائدة في المجال سيشام بن عبد المدير العام للمركز الوطني للتعليم الكبار محو الأمية وتعليم الكبار البرنامج التربوي البيداغوجي اللي تضعوه مش هو نفسه أما فما يا وردتي ما أحسنك سبحانه من قد أنبتك عيني تراكي جميلة القلب يصر بمنظرك ولا هرب طاهر بكرتي تذكره با دوبا نذكر نذكر هو المقاربة المعتمدة في تعليم الكبار في وضع المناهج نستقن سعادة بالمناهج تعليم النظامي المدرسة ولكن نستقن نعتمد مقاربة الأندراغوجية مش بداغوجية الأندراغوجية يعني التعليم الكبار يعني كيف نعلم الكبار كيف نعلم كبيرا تختلف كيف نعلم صغيرا صحيح لأنه مش نعطي مثال صغير لأن الوقت يضيقوا إن شاء الله في فورة السقرة نزيد الوضع حتى للرأي العام نعم هذه المسائل لأنه في الكبير يتعاملوا مع المعنى بل أنه يعتبر روحه معناها منتج القيم وحارصا لها هاي وبينما الصغير هو في فيما صار تنشئ نعم يتقبل كل شيء يتقبل بينما الكبير يشتقى عنده حركات متعصد صحيح لأنه وسائل الدفاع وربما توصل إلى الجدل معه الجدل وطاقة صعوبة لذلك لابد من عملية الإقناع ومبدأ من أساليب خاصة في التعامل مع الكبير نعم نعم شكرا لك سيهي شامل عبداء باركة لأوفيك باركة لأوفيك المدير العام المركز الوطني التعليم الكبار إن شاء الله في فرص قادمة وفي برامج أخرى في الإذاعة الوطنية التونسية نزيد ونحكي وعلى برنامجكم وعلى نشاتكم وعلى كل المجهودين إن شاء الله تحسن الظروف أكثر بالطبيعة تكون أفضل وإن شاء الله الزيادة دع المربين تحصل إن شاء الله قريبا لأنهم عندهم الحق هما سبروا كما قلت صحيح ولكن إن شاء الله السبر دي ولو نعملوا على سبرهم ونعتبرهم مناضلين والجنود خفاء وإن شاء الله بعد السبر دي ثم كثير من الفرح هذين وعدهم به شكرا وبرك الله فيك سلاحبيب وشكرا على الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم بالمناسبة وكانت الإذاعة الوطنية كما كنا نحكي كانت الإذاعة الوطنية هي رافض من روافد تعليم الكبارة وستبتل ودائما نعم كانت عندها برنامج اسمه روافد صحيح سبعة ونصف متعليل وكنت أنا من المتابعي ليه أي وأيضا كانت فيها نخبة من المثقفين ونذكر مليح أسماء كبيرة وكانت تقوم دور كبير في التوعية والتحسيس والمرافقة والتثقيف والتثقيف العام صحيح معناها تكوين المواطن وتأسيسه وتثقيفه بحضارة بلاده بتاريخ بلاده بكل متعلقات انت حياته اليومية شكرا لك ويومك سعيد برك الله فيك سيد الحبيب شكرا إلى اللقاء